فبنجمع كل ده في هذه المنطقة حضراتكم متخيلين حجم لما يبقى فيه حركة وده الشحنة النهاردة اول شحنة بضاءة اللي هي شحنة الملح المستخرج من سيناء من الارض العزيزة علينا وتصديرها وبالتالي نحن نهاردة بنتكلم على بدء العمل رسميا هذا هو اطول رصيف موجود عندنا اطول رصيف والفريق موهاب النهاردة بيتكلم على انه هذا الميناء هيكون مش اهم ميناء في منطقة الشرق الاوسط هيكون اهم ميناء في منطقة في البحر المتوسط كمان يعني اكبر ميناء واهم ميناء حتى اكبر من واهم من الموانئ الاوروبية ولكن زي انبول لحضركم بيكون حجم الشغل وحجم الجهد الموجود في هذا المكان لما يضاف ليه في المنطقة الجنوبية او الميناء الجنوبي اللي في عين السخنة كمان هيضيف يبقى ليك اضافة احنا عندنا اتنين ميناء اتنين ميناء كبار الميناء الكبير اللي قدامكو ده ميناء شرق برسعيد والميناء الاخر اللي هيكون السخنة والاتنين دول هيضيفوا حركة كبيرة جدا تسهل حركة التجارة العالمية تساعد في ايضا ضخة اموال لخزانة الدولة ضخة اموال ان شاء الله باذن الله تعالى زي ما بقول لكم هذه هي البداية ما فيش حد كان يمكن كان بيفتكر او انه في حاجة ممكن تتحقق قريبا لا انت النهاردة بتتكلم على البشاير تبدأ من اليوم نبدأ من النهاردة اللي قدام حضراتكو ده عندك في المنطقة دي في انفاق برسعيد اللي هم النفقين الموجودين ان شاء الله ان شاء الله بنتكلم على منطقة صناعية في هذا المكان اللي قدام حضراتكو خلوا بالكو انا بقول لكم المعلومات اللي موجودة والشغل اللي موجودة على الارض والكلام البلد لما قال الرئيس كلام الكلام اللي بيقوله بيعمله يعني ما بيقول حاجة بتتعمل باذن الله وباسم الله ان شاء الله بتتعمل وبتعمل بسواعد المصريين اللي قدامكو ده اللي عمله واللي بيعمله ابناء الوطن شركات مصرية ما فيش ولا عامل اجنبي كل اللي موجودين في هذا الشغل اللي اتعمل هي الهندسية قوات المسلحة كل التحياء والتقدير هي اتقناة السويس كل التحياء والتقدير كل الشركات المصرية الوطنية كل الشركات اللي شغالة كل التحياء والتقدير كل مواطن بيدي البلد بيخدم البلد بيدي ساعة عمل زيادة البلد في حاجة لساعة عمل زيادة ساعتين وثلاثة واربع خمس ساعات عمل زيادة أي حد بيدي البلده ساعة عمل زيادة بشكره وبحييه حضرتك لما بتشوف ده هذا المكان النهاردة بدء تاني بشائر التنمية في منطقة قناة السويس منطقة الاقتصادية لقناة السويس فكل واحد ساعت في هذا الأمر وخد قرار احنا بنقول له متشكرين وبنيجي القرار من سنة بالضبط زي الام دي في مارس 18 سيادة الرئيس كان في المكان ده المكان ده كان لسه المكان ده تم استلامه من خمس شهور شغل بساعات الليل والنهار الناس سيادة الرئيس في هذا التوقيت كان سيادته موجود من سنة بالضبط وكان بيسمع هنعمل ايه وبيدوله التوقيتات وهنشتغل ازاي بدأ التوقيتات وعمل والتنفيذ كان النهاردة وزي ما بقول لكم تعقدات سيادة الفريق كان مهاب مميش من اسبوعين في روسيا وكان معانا على التليفون انه التعقدات على المنطقة الروسية اللي هتكون ايضا في منطقة قناة السويس منطقة روسية هي اول منطقة روسية خارج روسيا هتكون فين في مصر فين في منطقة قناة السويس منطقة صناعية او محر التنمية في منطقة قناة السويس قال انه كان فيه سبع تمن شركات المفروض يحضروا المؤتمر الصحفي او يحضروا يبقوا موجودين معانا قالك حضر متين شركة يعني مفترض الخطة تمن شركات يحضروا قالك لقينا متين شركة بتحضر معانا وبيسمعوا مننا فيه شغل جاي قادم هيتم الاعلان عن التعقد